السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة جواريات صحية موضوعنا اليوم قد نظره حول الأدوية اللي كتنتهي الصلاحية ديالها بعد ما كيتم الفتح ديالها وهنا كنخصص بالذكر القطرات ديال العينين وأيدال القطرات ديال النيف والقطرات ديال الودنين فبنسبة للقطرات ديال العينين فكينين بعض القطرات اللي من النهار كتحليها يعني كتحسب داكت ما عرفش حليتيا يعني كتبقى واحدة ثلاثين يوم اللي هو شهر ومن بعد يعني تخصها أنها الترمة وكينين بعض القطرات اللي في يوم غير خمسة تشر يوم من بعد يعني تخصها الترمة وعود تاني كينين بعض القطرات اللي كالقوا فيها يعني تل ست أسابيع ثماني أسابيع أنا اللي بغيت نوضح أنه يعني السبب هو أن هدوك المواد المستخدمة في صنع يعني القطرات ديال العينين هنا ممكن أنها تحول المواد سامة بسبب البكتيريا وكينين بعض القطرات اللي كيضيفوا لها مواد حافظة واللي كتوصل لمدة صلاحية لها حتى الثلاثين يوم وكينين بعض القطرات اللي بيدون مواد حافظة يعني ما فيهم شو مواد حافظة وهدو غالبا تتكون لمدة دي لهم أسبوع فكتساهم المواد الحافظة في عدم نمو البكتيريا فهذا هو الدور ديال هدوك المواد الحافظة فالمواد الحافظة هي كتمنع لنا النمو والانتشار ديال البكتيريا والفطريات يعني في القطرات وهذا الشيء هو اللي تيخلي القطرات انها تصل يعني الافطرات الصلاحية ديالها لوحد المدة طويلة وكتبقى يعني صالحة في الاستعمال ديالها فهنا يعني من اللي كتكون عندكم القطرات ديال العينين أو اللي هذا رهما شيء انه هو كتشوفوا التاريخ باقي جديد يعني كتقولوا راه باقي غادي نستعملوا هلا راه كتحسب منعر كنحلو القطرات هيا فاش كنحسبو يعني المدة ديالها اما هنا هي التاريخ ديالها اللي تيكون يعني على العلبة فهنا يعني تيبقى هو صالح يعني مادم انها باقي ما تحلتش اما اللي تحلت فكنحسبو منعر تحلت وتنشوفو واش المدة ديالها غادي تبقى عندنا 15 يوم او لا غادي تبقى شهر او لا غادي تبقى اكتر يعني على حسب المواد اللي فيها اما بالنسبة لقطرات ديال النيف او لا القطرات ديال ودني فهنا كينين بعض منهم اللي ما كتزيدش على ثلاثة شهور من بعد الفتح ديالها ولكن راح كينين الانواع اللي كتستمر الواحد المدة اللي هي طويلة على حسب عدوك التعليمات اللي مكتوبة على العلبة وهنا يا دي ما كنقول لكم بانهو القطرات ديال النيف يعني او اللي ديال الودنين هاد وراء غير الاستعمال شخصي فقط يعني راه ماشي كنديرها انا وتيديرها واحد اخر لا فهنا يا اه بالنسبة لصلاحية ديال القطرات ديال النيف يعني خاصة بالدراري صغار اللي هي المحلول الملحي يعني ديال الغسيل فهي تقريبا فيها غير اسبوع من بعد الفتح ديالها فتنقول لكم ديما خاصة نشوفو ديما العلبة شنو مكتوب فيها ونردو البال يعني للتاريخ فهنا غالبا يعني كتكون فيها ثلاثة شهر وكان يشي وحديين كتكون فيهم يعني ستاتة شهر ولكن على حسب فغير هنا يا ديما منهر كنفتحو القطرة ما فين تنحسبو يعني مشي تنشوفو التاريخ تنقولو راه هي راه باقة صلحة لا فديما كنحسبو منهر كتحل هاد شي باش نتفاداو يعني مجموعة من البكتيريا ومجموعة من الفطريات وهكدا كنساهمو في الحفاظ على الصحة ديالنا يعني وصحة ديال الوليدات الصغار ونتمنى انني انفيدكم في هاد الفيديو وديما تنقول لكم يعني اللي عندو او اللي عندها شي سؤال انها تحطو ليه في الكوماتر وان شاء الله غادي نجاوبكم وفي الفيديو القادم ان شاء الله غادي نحاول نهدر لكم على السيروات يعني هادوك ديال الميكروب او اللي يعني السيروات العادية اللي ديجا مخلطة ودهما يعني طريقة ديالهم والمدة ديالهم وكذلك غادي نخصص فيديو اخر حوله يعني الاقراس والكابسولات والكريمات والمراهيم المهم مجموعة من المعلومات الطبية انتمنى انني انفيتكم في هذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر